تحياتي لك زميل عزيز تامر صار وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتز في كل مكان يعني من داخل استاد حرص الحدود بالماكس بالتأكيد ولقاء الهامل الهجمع بين فريقين الاتحاد السكنداري وفريق النادي الإسماعيلي خلينا نقول لك يا كابتن تامر ان كل فريق من الفريقين بالتأكيد عنده نشوة الانتصار في البطولة العربية وتأهل الفريقان الى دور التمانية بهذه البطولة يمكن ده انعكس على شكل اللاعبين فور وصولهم الى استاد حرص الحدود كان فيه ثقة كبيرة ولكن فيه تركيز كبير ايضا على عدم ضيع المستوى اللي كانوا ظهروا به في المباريات الاخيرة ويمكن كان ده حديث كابتن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكنداري مع اللاعبين على اهمية التركيز في هذه المباريات وعلى ان جمهور الاسكندرية بالتأكيد بينتظر نادي الاتحاد السكنداري بنفس الصورة اللي ظهر بها في البطولة العربية والفوز بالتأكيد واداء نتائج طيبة خاصة ان هم عندهم سبع نقاط حتى الان ويمكن انتحاد السكنداري هيكون عنده النهاردة غياب وحيد وهو خالد الغندور للاصابة هو الغياب الوحيد الموجود في نادي الاتحاد السكنداري اما عن النادي الاسماعيلي اللي يمكن ايضا بعد رجوعه من الامارات بعد الفوز على نادي الجزيرة الاماراتي في البطولة العربية يمكن المدير الفني لنادي الاسماعيلي رفض راحة اللاعبين ويمكن كان تحرك من مطار الكاهرة الدولي وصولا الى برج العرب ومعسكر مغلق لهذه المباراة ويمكن بالتأكيد النادي الاسماعيلي بيسعى لاعادة الانتصارات من جديد وظهور بصورة جيدة ويمكن هو حتى الان عنده ست نقاط فقط ولكن بيحاولوا بيسعى لظهور بصورة مشرفة وايضا هتكون النهاردة مباراة كبيرة وصعبة امام الاتحاد السكندري عن غيابات النادي الاسماعيلي فهناك ثلاث غيابين وهم احمد مدبولي وحصول على الانظار الثالث وبتأكيد اقاف من هذه المباراة وايضا ابراهيم ابو اليزيد وهو غائب للاصابة عن هذه المباراة على كل حال كابتن تامر اكيد مباراة هتكون قوي جدا بين كل فريق من الفريقين ونشوف اكيد ونتابع مع حضراتكم كل شيء في هذه المباراة دي كانت اجوانا وكوالسنا من داخل استاد حرص الحدود ولان العودة الى الزميل عزيز ثامر صار اتفضل كابتن